موسيقى دي بطولة كأس الاتحاد وبتتعامل كل سنة كأس الاتحاد مشترك كان معنا حوالي 21 فريق من مختلف الأندية النتائج فيها كويسة رغم شكرا المهاردة ما شاء الله يعني الله هو أكبر وإحنا الكاميرا جايبة كل حاجة حاجة تنمار تبير وفيه براكودة وفيه تونة وفيه جرم بقاكن كله كاتش ان ريليس يعني يصدوا إطلاق الحفاظ على البيئة وبنطبق برضو بعض القواعد ده هم ممنوع يطلعوا من نفس الصنف أكثر من سمكتين في اليوم الحفاظ على الأنماء في البحر احنا في نادي الرياضات البحرية كل سنة بننظم ثلاث مهرجانات الصيد اتحاد المصري بطولة تحت رعاية باسم النادي رئيس النادي السابق اللي هو جمال نظيم وبطولة الاتحاد المصري للصيد الأسماك اللي هي البطولة الحالية وطبعا النادي الرياضات البحرية من الأندق العريقة اللي في المسابقات صيد الأسماك رياضة صيد الأسماك من قامتها الرياضات اللي ممكن الإنسان يمارسها أولا فيها مميزات كتيرة جدا بتعلم صفات وخصال حميدة كتير اللي هي بتعلم الصبر بقى بتعلم الصبر جدا وبتعلم المصابرة وبتعلم البازل الجهد وبتعلم حاجات كتيرة جدا وليها دور كتير جدا في تهزيب النفس وتتوحى الصيد الأسماك يعني احنا بنتكلم طبعا أولا هو حتى ألف بيكلمك حتى الصيد الصيد يعلم الصبر الصيد يعلمك خصال حميدة كتير جدا جدا وبعدين بالذات كمان البطولات اللي زي دي دي بتشكل عليك في شخصيتك حاجات مختلفة تماما لأنها أولا أنت بتاخد قرار محتاج تفكر بسرعة محتاج تغير اتجاهات فيه جو متقلب ممكن أن أنت تغير اتجاهاتك بحر اليوم الثاني كان عالي احنا اليوم الأول الحمد لله اصطرنا كويس واليوم الثاني اصطرنا كويس بعد دور بعد الساعة عشر البحر بدأ يعلى فالنظام اتغير اتغير جهتك بقى وانت رئيس المركب بتقول لإين الكبات والفريق اللي بيبقى طالع معاك على المركب أول حاجة احنا بنحتمرها ربنا الأول وبعد كده فيه نظام معين بنحط الخطة اللي احنا نشتغل عليها وعلى هذا الأساس الفريق بيتعامل على الخطة اللي احنا بنعملها والله حكبسوا السمكة حويني حواليه الحمد لله ستاشر سمكة تقريباً تخدتوا المركز الأول الأول الحمد لله اللي بارك في حضرتك ربنا نخل حضرتك طبعاً كده أهم عاجة في مسابقة الأنواع يعني كده أن السكور يعني السكور بتاع المسابقة الأنواع بتفري كتير جداً بتضرب الوزن في عدد الأنواع فكان أهم عاجة أننا بسلاً بناخد نوع معين سمكتين منه وبعدين بنغير السات ونغير الطريقة ونغير المركز الأول والله الحمد للغاية التاني يوم كنا متوقعين جداً نحنا كنا أول يوم تلعنا أول وتاني يوم تلعنا أول بس نبرح الحظة ما كانش معنا شوية لغاية الساعة أربعة ما كانش معنا ولا سمك بس الحمد للغاية ربنا فرجها في الآخر في مصر الناس كتير قوي بتصطاد فيه بيصطادوا في النيل فيه بيصطادوا على البحر بس من الشط إحنا هنا بمسابقة للصيد أنواع من الصيد زي الجر والجيجينج والبوبينج والتسقيط من المركب فدي إحنا بنطلع ثلاث أيام في البحر ثلاث ليالي أربعة أيام وبيبقى يعني مسابقة بقى حضرتك كان بقى فريق العمل اللي معك ده بيبقى ديه؟ فريق خمس أفراد أحلى رياضة في الدنيا رياضة الأسماك ده كل اللي قادر أقوله لك طب النهاردة طلعتي كم سمكة؟ لا لمينا السمك كله من البحر رياضة جميلة ومبسوطة بوجوتي في الفريق النهاردة فريق سيداتي يعني انتم دي نادرة النهاردة هنا معانا كمان غادة عاملة شغل عالي قوي ورئيسة الفريق جي جي وفاتي مجموعة جميلة جيدا 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 كل سنة هو طيب الأول ويا ريتك احنا عاوزين نشوفه وشرفنا هنا في النادي البطولة جميلة وزي ما انت شايف الجو جميل وبطولة عظيمة وفيها أسماك أحجام ويعني نتمنى أن رياضة سيد الأسماك تنتشر في مصر أكتر من كده يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار